لماذا تحولت بعض مؤسساتنا التربوية إلى مسرح للعنف الجسدي واللظي؟ لماذا يستهدف الاعتداء المرافق والتجهيزات المدرسية؟ من المسؤول عن تنامي ظاهرة العنف في مدارسنا؟ ما دور سلطة الأشراف والإدارة والمدرس والتلميذ والأسرة في إعادة الحرمة إلى الفضاء المدرسي؟ العنف المدرسي إلى أين؟ موضوع حلقة زن علماً على قناة القلم اشتركوا في القناة